ميمي جمال؟ مين ميمي جمال؟ ميمي جمال الوجه الجميل. الوجه اللي كله ابتسامة. اللي تلاقيها في كل أنواع الدراما. تروح للسينما الحلوة تلاقي ميمي جمال. تروح للمسرح المنور ميمي جمال. تروح للتليفزيون ميمي جمال. مع شوقة الجميع في الوسط الفني. محبوبة. كل أدوارها فيها بهجة. هي ستة جميلة. ما اعتقدش انه ميمي جمال أولا ستة جميلة في الوسط وستة جميلة في بيتها. يعني وكمان لما تكون معاشرة أجمل إنسان ورمز وخفة الدم يعني فنان العظيم حسن مصطفى ميمي جمال وحشتنا مشوار فني طويل مشوار فني محترم مشوار فني قدمت فيه أدوار مفيش أحلى من كده وإحنا لسه بنقول لها إحنا منتظرينك لأنك وحشتينا وحشتينا استميمي رب نقولولك كده بجد وحشتينا مرسي على المقدمة الحلوة الجميلة دي وكلام الجميل بتاعك وأنا سعيدة جدا جدا إن أنا النهاردة بتكلم لإني هقولك حاجة أنا قعدت طبعا فترة طويلة بعد وفاة جوزي ما قدرتش أشتغل طبعا وبعدين فكرت إن أنا أبتدي يعني طب بنت دي جوزت وبنت دي جوزت وأنا دلوقتي طب إيه أخش في المجال اللي أنا فهمه بتاع ودورك مطلوب والأدوار الحمد لله يعني فأنا بدأت يعني أول حركة عملتها كانت غلط أنا قعدة بقى لي خمس سنين في البيت بتفرج عالتليفزيون فباسمع أرقام الفنانين تيوغد بالك إيه أنا معرفش كام اللي بياخد عشرين مليون وخمسين مليون وعشر مليون وثلاثة مليون فأنا قلت بقى ما أخش على المجال طبعا يعني إذا كانت دول بياخدوا ثلاثة واربعة وخمسة أخدنا واحد مليون على الأدوار أخد أي حاجة مليون فأول ما دخلت كان مع المنتج كان الأستاذ مامدوحشة فأنا دخل المكتب عشان أتفق معاه فأنا فاهمة بقى أنه أول ما هخش هيقولي فلقيت وقال لي رقم كل اللي أنا قدرت أعمله إن أنا قمت من على الكرسي معرفش إيه اللي جرأ لي وخدت بعضه وخرقت طبعا حاجة رزيلة جدا وسائل جدا ومش حلو أبدا اللي أنا عملته بس أنا زي ما كوني اتصدمت قلت ألا تبدأ أنا كنت جاية متعشمة أيوة لأني ممكن تكون فيه ظروف بقى مختلفة وحسابات طبعا تلعت غلطانة جدا لأني بعد كده طب خليني أطمينك إن الشوت الأولاني انتهى وفريقنا بيلعب دربات جزاء لا لسه 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 فيه شوت تاني بس عايز أقولكو حاجة يعني فنانة ميمي كانت قاعدة موجودة في الكواليس وكل ما نسمع زميلنا اللي برا في الكواليس بيهياصوا أنا وهي ايه فيه ايه يعني لا مش ايه فيه ايه بس خليها نرجع زي ما انت قلت انت دلوقتي حسيتي لأنه الحسابات اتغيرت والدنيا تغيرت احنا يهمنا أن انت ترجعي أولا يعني يهمنا جدا أنك ترجعي وكل حاجة هتتزبط بعد كده هقولك حاجة أنا كان يهمني قوي إن أنا مادام هرجع هرجع أعمل حاجة زاد قيمة يعني إلى حد ما مش مهم بقى أن أنا أرجع لأدواري وشغلي بتاع زماني أنا دلوقتي دخل الوسط ده زي ما يكون وجه جديد بقى لي خمس ست سنين بعيدة ودخل وجه جديد على كاميرات جديدة وعلى أضاء جديدة وعلى طريقة إخراج جديدة وعلى حاجات لدرجة أني بقي تسأل أقول أنا أنا فين الاسبوت بتاعي انت خايفة أنا هقولك بصراحة خايفة تقولي إيه هو أنا حرفة مثل تاني لا أدو ده لسه أقوله لك ترجمة نانسي قنقر